في مدينة إيسين الألمانية أغلقت الشرطة صباح السبت مركزاً للتسوق تحسباً لوقوع هجمات إرهابية وصفتها بالمحتملة وعتقلت الشرطة شخصين لاستجوابهما حول هذا الاعتداء دون ضبط أي أسلحة أو متفجرات داخل المركز التجاري لينبكر بلاتس صحيفة بيلت الألمانية نقلت صباح السبت عن دائرة الاستخبارات الداخلية الألمانية تأكيدها وجود صلة بين هذا الاعتداء المحتمل وتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية أما مدينة أوبا هاوزن فقد شهدت تعزيزات أمنية مشددة كما دهمت الشرطة شقة أحد المشتبه بهم وعتقلت رجلاً آخر في المدينة نفسها وتحديداً بداخل إحدى مقاهي الإنترنت الإنذار الأول وقع في مدينة إيسين الواقع في غرب البلاد بينما قامت الشرطة بعملات الدهم في مدينة أوبا هاوزن الواقع على بعد 15 كم من إيسين دون الكشف عن مواصفات المشتبه به المطلوب أمر مرعب مرعب حقاً خصوصاً عندما تعمل في مثل هذه المتاجر يجب عليك توقع حدوث اعتداءات منذ بضعة أيام وقع اعتداء في مدينة دوسلدورف لدي شعور بأن الخطر يقترب اليوم هناك إنذار في إيسين من الطبيعي أن أشعر بالخوف آخر اضطراب أمني شهدته ألمانيا يعود إلى الثاني من مارس آذار للعام الجاري حين أصاب شخص تسعة أشخاص بهجوم بواسطة فأس في محطة دوسلدورف المركزية الواقع بين إيسين وأوبا هاوزن ترجمة نانسي قنقر